بونجور ميزي ليف اهلا بطلبة الصف الثالث السنوي مع تكات القواعد لجرامار نكمله مع بعض اتشترك في القناة ونفعل الجرس بسم الله اللي هي الدواجن او الفراخ بتكون فين بولية اللي هي الحظيرة بتاعتها الكلمة دي مسكولا مذكرة فبتاخد له يعني كيف تجد هذا القميص يعني رأيك في ايه ده تعبير على بعض كيف تجده كيف تجد لما اخد رأي حد في حاجة بقول له كيف تجد هذا الشيء رأيك في ايه يعني انا بخشى وبخاف قبلية ليك ليه ان انا انسى المفاتيح هنا هنا الكلمة دي بيجي بعدها حرف جار بيجي بعدها الفربي اللي بيجي بعدها في الانفينتيف في المصدر وكلمة قبلية من الفربات اللي هي مش من 14 فربي ولا لفعل زودة ميرين فبتاخد او بيس تيا الطان تيا الطان يبا هنا اي انت بتنتظر كلمة بيس كلمة مسكولة مذكرة مفرد فتاخد كالة بقول لك كالة بيس كلمة كالة مفرد مذكر بيجي بعدها اسم هنا او اينا طبعا لا بيجي بعدها نو اسم اما او وقا وكا بيجي بعدها افراس جملة فاعل افاعل جوجو 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 فوليبول انا بلعب بالفوليبول طبعا احنا برب جوي التجاجة بتاعته للاحتمالي لما يجي بعدي سبوغ رياضة اي لعبة رياضية بياخد قو اهلا او او قو جمع او الا اب صرف اما لو جاي بعدها قلة الموسيقية بياخد ادوات التجزئة هنا بيجي بعدي رياضة الفوليبول فأقول الكلمة دي مسكولا مزكرة فهتاخد ايه او الوا متر الوا متر مايو هنا سوف يضع او يلبس او يرتدي المايو بتاعه الكلمة مايو كلمة مسكولا مزكرة فبتاخد صن ايه 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 هنا طبعا بسي كومبوزي تعودنا بسي كومبوزي هنا ايه جايبوا رأي جي غير غير دي يعني انا شاهدت وشوفت ماتش دي فوتبول ماتش الفوتبول كلمة ماتش هنا كلمة مسكولا مزكرة فبتاخد اين نوزا فو بزوان دي كلمة دي هنا بيجي بعديها الفعل في المصدر تبدأ انا عندي فرب هنا زو ضميرين خلاص انا الفرب بيجي في المصدر ولكن الضمير بتاعه بيطاع الفعل الاول فحقول نو بخو مني هنا جاي للمقارنة سوها ايه جغاند كا ايمان يعني سوها اكبر من ايمان طبعا هنا عندي الصفة يبقى ايه باخد ايه بلو جران كا البورت انجيب هي بتلبس جيب اه غير الهنا دي هي المخططة او المخططة طيب عن كلمة دي هنا جامع مؤنس فتاخد الصفة بتاعتها تاخد جريز جامع مؤنس اخرها ايه اس وهنا اخرها ايه اس ديت مؤنسة مفرد هنا جامع مذكر مش تنفع مفرد مفرد مذكر ما تنفعش كان غائب جي في تليفوني سوها انا اتصلت بيه طبعا هنا عندي المفعول الغير مباشر والمباشر طب انا عم عنديش حرف جر وعايز استبدل كلمة مارك اسمه هنا هستبدله بالوي ليه بقى لان كلمة تليفوني من الفربات اللي بيجي بعدها مفعول غير مباشر اصلها بيجي وراها ال ا المفعول دي بوراها ان هي اللي بغيبز سو حرف الجر ا ا يبقى اول ما شوف كلمة تليفوني او كلمة بغلي اه هنا اه بستعمل الوي اولير الوي للمفرد اولير للجامع هنا بواصون السمك صن فري بواصون صن فري السمك بيكون فريش كلمة بواصون سمك جمع هنا مذكر فياخد سي جمع مذكر هياخد سي اه سي تيامال اوزوغي لو انت عندك وجع في ودينك تيامال اوزوغي ان ميتسان الطبيب بتعمل اي في الطبيب طبعا بستشير الطبيب طبعا كلمة هنا اوزوغي يرى بغان ياخذ كونسولت يستشير وات و بدي بتيجي مع يستشير الطبيب اه مع الميتسان اوزوغي بوغ اشتي دولا كريفت كريفت اللي هو عشان عايز اشتري الجنباري اه هقول ايه اينا اينا اوزوغي بوغ اشتي اينا تذهب لكي تشتري اه كريفت اه هنا اه كي ادت استفهم بمعنى من ما تمشيش خالص الكل دايما بيجي بعدها نوع اسم كونبيا محتاجة دول ميباغون يعني والدية يعني بابايا ومامتي صان هم الاثنين جمع بيكونه جمع مذكر بدان في راجل بيكون جمع مذكر حتى لو عندي في ميناء كلهم بنات فهنا جمع مذكر مع فيرب ادغى بياخد التبعية بتاعته اس فيرب فينير يعطي التصريف التالت بتاعه فيني وبحطوله الاس بتاعت التبعية بتاعت الجمع المذكر هنا جمع مؤنس طبعا ميباغون جمع مذكر هنا تبعية مؤنسة لما يكون شخص واحد مفرد مؤنس هنا فيني مفر تبعية خالص مويا دوست خانس بور غولة هنا نخلي بالنا انا تركيزة على كلمة مويا وسائل المواصلات دي كلمة اصلا كلمة مسكولة جمع مذكر ومذكر كمان فيها اس جمع تو تاخد كال على طول طب انا اكون حافظة كلمة كال مع مويا اشال الاس بشيله الاس حط الاس بحط الاس هنا موني تاغ اي دوغجين ايطاليان الموني تاغ اللي هو الملاحظ او المراقبة الكلمة دي مسكولة مذكرة فباخد سي على طوله لان انا هنا بناقش اسماء الاشارة سي بتيجي مع الاسم المذكر ست بتيجي مع الاسم المذكر بس ما بدوء بحرف وي المتحرك ست بتيجي مع المؤنس بكل انواع قصة بمعنى هذا اسماء الاشارة سي ست سي هنا سي غاكت سي غاكت هذه المضارب صنطة مارك الى مارك هنا لقاها تفيد الملكية شخص الشئمة ونخلي بالنا دايما بيجي قبليها فيرب اتغ اما قول وي ال يعني ال دي عيدة على المضارب صنطة يعني المضارب دي تبع مين او ملكية مين او هنا عايزة ضمير توكيد هتاخد الوي الوي بمعنى هنا الوي عيدة على مارك اما اللي بستخدمها كضمير توكيد ما كان اسم مفرد مؤنس اتوه بتاعتك اموه بتاعتي يعني انت ما بتحبش يعني عصير البرتقال طبعا هنا نخلي بالنا فيه سؤال بيجي عن طريق النافية يعني انت ما بتحبش الحاجة دي فالاجابة بتاعته لها احتمالين لو انا موافق بتبع بسيبلا لو انا رافض بتبع بنو طب نازم نكمل باقي السؤال عشان نعرف انا رافض ولا قابل جانبوا بيكو جانبوا بيكو يعني انا بشرب منه كتير و او هنا عايدة على عصير البرتقال طبعا انا موافق لا انا بحب عصير البرتقال طبعا هنا السي هي الاجابة المزبوطة بلا لي سوب بوغتي لي سوب بوغتي ام كوغاج يعني المشجعين بشجعو هنا ندخل في الملكية اوكيب الفريق بتاعهم نخلي بالنا هنا المشجعين بستبدلها كأنها الي الجامعة ولي الجامعة في الملكية بتاخد لغ 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 بالأس اللي بيحكمني الاسم هنا اوكيب فريقه مفرد مفرد مفردش جامعته بتاخد لغ بيشجعوا الفريق بتاعهم جانبوا شي لغ باتي سي يعني انا مش شايف حد عند لغ باتي سي اللي هو المحلي الحلواني او الحلواني هنا طبعا انا بالنفي الجزئي اللي هو شخص بتكلم عن شخص طب جنبوا بخصن انا مش شايف حد لما اتكلم عن كلكا او كي يعني من باخد بخصن يعني شخص انا مش شايف حد عند الحلواني هنا ماري ماري اه عندها صان ليفر عندها صان ليفر عندها صان ليفر عندها مية كتاب طيب الام الام هي بتحب للكتور القراءة نخلي بلنا هنا انا محتاجة ااخد اه اتغي ولا بيكون دو ولا مو ولا بيكون طبعا الاجابة بتاعتي بتكون بيكون نركز لان كلمة اتغي دايما بيجي بعضها صفة او ظرف ادجكتيف او ادفيرب يعني انا ايه اتخيزة مضغطة مهمة مثلا اه اما كلمة بيكو دي بيجي بعدها اسم جامعة واسم عادي اما بيكو دي ليفر كتب جامعة بيكو ده جان كثير من الفلوس اما هنا لا لكتور القراءة ودي اسم مسبوك بأداة بيخد بيكو وبيكو دايما بتيجي بردو في اخر الفراز الجملة من غير الدي لما تكون جايل وحدها من غير الدي بتجي في اخر الفراز سي دام سي دام سان يعني المدمات بيكونوا ده جامعة مؤنس دام جامعة مؤنس محتاجة صفة ادبع الموصوف محتاجة صفة جامعة مؤنس جانتي جامعة مذكر بافا سرسارين جامعة مذكر جوس جامعة مؤنس سامبا نخلي بلنا من سامبا هنا ديت كلمة لا تؤنس ولكن تجمع بحط لها الاس بس هي هنا كده ايه مفرد طب هنا كلمة جغوس اللي هي جغو خلاص ديت بتمشي مذكر وبتمشي جامعة لما جاء انسها جغوس جامعة مؤنس جغوس ضف لها الاس يا ريت نشترك في القناة ومتخلش بكلمة شكر في الكومنتات وانتظروا فيديوهات جديدة في المراجعة بالتوفيق للجامعة او روز ومارفالسي ومارهمت